السلام حبيباتي اتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم جيتكم شامبوان بمكون طبيعي وهو القهوة تابعوا معي اولا ناخذ اي شامبوان عندك لموافة تغسلي به تأخذي القرارة على شامبوان تفرغي منها نصف كاس كما راكم تلاحظوا وضيفي له ثمانية ملاعق من القهوة اذا كان درتوا المغرفة الصغيرة تديرو ثمانية اذا كان درتوا المغرفة الكبيرة فتديرو ربعة انا هنا استعملت المغرفة الصغيرة سندير ثمانية هذا ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية انا جيجا خدمته من قبل وضفت له الزوج مغار في قرفة انا اليوم القرفة ما توفرتش عندي بس كان عندي غير عوادة ما عنديش المطحونة فاستغنيت عليها واللي عندهم الحساسية من القرفة يقدروا يستغنيوا عليها ما هي مفيدة للشعب بالصحة اللي عندهم الحساسية منها يقدروا ينحيها ما يضيفهاش انا صراحة من قبل درتها اليوم عنديش عندي غير عوادة ما استغنيت عليها نخلط المقونات مع بعض كما راكم تلاحظوا هذا يستغنيوا القهوة بذلك يستغنيوا الكهوة سوف نلاحظوا بأن القهوة كاملت خلطة مع الشامبوان نعود نفرقها في القارورة مع الشامبوان سوف نفرق القهوة كاملت خلطة مع الشامبوان نعود القارورة جيدا لتجانس المكونات مع بعضها نتركها لمدة ثلاث أيام ثم نستعملها تغسلي بها عادي كما تغسلي بأي شامبوان عادي نتمنى تعجبكم الشامبوان وتجربوها وإذا كان عجبكم الفيديو شاركوه مع الأصدقاتكم وفي الأخير سلام